ده جزء صغير من مشاركة فنان حقيقي كبير اسمه الفنان القدير أستاذ إسماعيل فرغالي واسم الفنان إسماعيل فرغالي واحد من الأشخاص اللي لو شفته في الشارع هتحب تتصور معاه بالمناسبة مش كل فنانين تحب تتصور معهم أو تحب تكلمهم أو يكون خفيف على قلبك أنك تحب تسأله أو تحب تشوفه أكتر يمكن عشان كده كان السنة دي الاحتفاء كبير جداً بالفنان إسماعيل فرغالي لأن وجوده ومساحته في عمل كبير زي ما كتوب علي كانت بالنفس الإحساس بتاعنا ده بتاع الله كنا بنشوفك في حاجات حلوة كتير كنا بنشوفك في أدوار مختلفة كمان من تقديم برامج إلى كاميرا خفية إلى تمثيل كاميدي بنشوفك كتير لكن على فترات متقطعة لكن كنا سعداء أنه نشوفه بالزخم والحجم والاستقبال الجماهيري الكبير اللي حصل السنة دي للفنان الجميل إسماعيل فرغالي مبسوطاً وحضرتك منوارنا النهاردة كل سنة وانت أنا نفسه رأيته حديقة فنان كل سنة حديقة طيبين ومساعدة المشاهدين طيبين مبروك النجاح الله يبارك فيك ودايماً دايماً يقولوا كده نجاح مستحق وتأدير جي متأخر أنا بقول الجملة دي أنا مكسوفة بس حضرتك ليك رأي تاني لا أوه مش متأخر هو كل حاجة بمعادة لأن أنا في حسابات تاني عندي مش كل اللي هيمس اللي يبقى نجم أو بطل ربنا خلقنا درجات فيه نجوم في أماكنهم بس فيه ناس مش متصلحة مع الفكرة دي أو بتوعة سنين عمرها يعني متتصلحة الرضا أنا حساباتي تانية أن ربنا معوضاني بحاجات تانية كتير زوجة ربنا كريمني بيها 26 سنة جواز وربنا يديها الصحة والعافية بنتين ولد الحمد لله تعلمين محجبات عارفين الحلال والحرام زي ما تربينا بيصد الوقت بوقته فده رزق وصحة وبيت واستقرار وطلت عمر ربنا يخليهم لك ويزيدك من الرضا والسعادة ومحبة الناس اللي حقين والرضا دي على فكرة نعم ربنا بيديها البنات طبعا الحمد لله طب إحسان بقى إحسان الراجل اللذيذي الجميل اللي شبه أهلينا ده بالزبط معرفش الشخصية كانت مكتوبة ازاي لكن نفسي أعرف حدوك فكرت فيها ازاي يعني التفاصيل الأكتر من السكريبت المكتوب حصلت معك ازاي ولا أنا عايز أقول حاجة وهو دي عايز أقول هرسالة لكل واحد كل واحد بياخد نصيبه في الوقت اللي ربنا محدده بس تبقى عندك يقيم بالله سبحانه وتعالى أنا عملت عمرة قعدت ثلاث يام في الحرم وطلبت من ربنا وده كسالة إن انت صف قلبك ما تشلش من حد وقول يا رب وطلب منه هو هيسخر لك الكون كله آه ده حقيقي ده حقيقي المفاكة بقى أو مش المفاكة تأكيدا لكلامي الدور ده ما كانتش بتاعي يا الدور ده جالي قابلها بساعات يا قبل بداية المسلسل بوقت قصادة جالي قابلها بيوم المغرب يا آه زميل طبعا مش هادرقول لأ اسمه إن جات لكورونا قابلها بيوم فالكورونا هتقعد عشر اخمستاشر يوم زي ما احنا عارفين والتصوير لازم لده ولازم تصور وحجزين وبتاع فكلمني لأستاذ خالد الحلفاء والمخرج المحترم قال لي عم اسمعين احنا السنة دي حبينا نشتغل من غيرك فربنا عقبنا فقال لي ده نصيبك ورزقك لليه دعوة التمثيل هو نصيبك ورزقك فأول ما قالول انت تطلع والد الفنان أكرم حسني أنا عتتحك اسمعين لأن أنا كنت عامل معه مصرحية أنا هو والفنان شيك والفنان نشام ماجد وقيتنا عامل ونشام مصطفى فحصلت عشرة في المصرحية دي فهو على المستوى الشخصي في بينه وبينه حالة حب ومعما قلت عليه كلام كتير مش هوافين فطبعا أول ما حصل ده طبعا المغرب الكلام ده حصل الستيليست تتكلم الورق ببعت مش عارف ايه المشاهد ايه بتاع ربنا كرم اشتغلنا خمس ست ايام بالحالة دي ونص اللوكيشن جات لكورونا برضو اما انا عايز اقول برضو المسلسل ده تعيبنا فيه قوي 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 فاللهم لك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا انا ما مثلتش يعني كل الناس قولك انت جهاز ازاي والله ما جهزت حاجة يعني ما مثلتش شخصيتك الحقيقية كده انت بتنقف ولادك كده اه بس مش بدا طبعا مش قوي كده بس اقول حاجة عشان جلجل كان مطلع عينك يعني اه بس هو هاتي اي قب في الدنيا بيخش على وجه سبيل النور مولع اي وده وده كل اولادنا كده يعني احنا صغيرين كده فهي شخصية الاب المصر اللي في كل بيت يعني انا ما عملتش كاراكتر او هو هو ده الاب المصر يعني التعليقات الجميلة بالمناسبة بعيوبه يعني بعيوبه بكلامه السلبي اللي بيقولهوله بكل حاجة بس في حاجة عادك هو برضو عايز اقول حاجة لأولادنا اوعى اتفكر ان التعنيف اللي ابوك بيعمله معاك هو عايزك احسن منه ده بجد مش رأيينا ده قانون الحياة غير عليك يعني عايزك احسن منه فلما اجا اقولك اعمل ده وما تعمل هو خايف عليك بس مش راكت نعمل العلاقة اللي كانت بينك وبين اقرب حسني اقدر افسرها بكلام حضرتك المعرفة القديمة او الشغل القديم بينك وبين اقرب حسني اتطورت اتوتدت يعني اثناء التصوير طبعا عشرة بعد ما نرجع نروح الفاصل بسرعة كده ونرجع نسأل علا بما انه بقى الدور جاي متأخر ده مش متأخر لنا ولا عملنا ايه طيب بعد الفاصل نكمل كلامنا مع الفنان اسماعيل فرغالي مجاد لذيذة وقريبة وتشبهنا وكنت عايزة قابل يفاصل بس على حديثك انت بتقول لي العمل جايلك متأخر قوي في وقت المذاكرة يعني كان في مساحة بقى للارتجال يعني اللي احنا شايفينه على الشاشة ده كان في المية ده نص مكتوب وحفظناه وقلناه بالزبط بأداءنا طبعا ولا كان في مساحة في الكوميديا دايما يتقال كده انو الارتجال بتبقى مساحة مهمة للفنان في مساحة طبعا وبالذات لما يكون مع فنان زي اكرم حسني فيه هارمون بينه قويسة وما بيبخالش على اللي قدامه زي ناس تانية بمذكر اسامي بالمساحات طبعا وممكن بعد ما تقولت لعداية شالف المنتاج عادي جدا ومعاك بقى مخرج جميل اول يعني ايه؟ يعني قبل كل مشهد يشرحلك المشهد هتعملي ايه بالزبط نعم يعني مثلا احنا بعد عشر تيام من التصوير بنصور الحلقة التسعة وعشرين وهو خارج من السجن طب انا ما شفتش ده كله فيقعد لكل واحد فينا يشرحلك خلفية انت هو انت خارجين من السجن الحالة دي انت يا اسماعيل كذا انت يا عايتين كذا وانت يا سلمة مش عارف ايه وانت ربط الشخص بالزبط والتوجيه ده مهم جدا طبعا لا والتوجيه ده بيعوض كمان زنقة الوقت اللي انتوا كنتوا فيها طبعا التحضيرات اللي ما تلحقتش بالمناسبة بقى انا قلت حاجتين مهمين انه اكرم حسني وقوميديا اكرم حسني كتير من الناس بنسمع كلام جميل عن قديه لما الفنان نفسه بيبقى يعني نفسيا مريح بتبقى كل فريق العمل واخد مساحاته طبعا حصل ده مع اكرم حسني مع كل فريق العمل مع كل فريق العمل من اول المنتج والمخرج رب العمل وبطل العمل والممثلين ومساعدين الاخراج والانتاج حتى عامل اللي بيضافتنا اللوكيشن حالة من طب اقولك حاجة والله انا بحلش كده اه فاكرة زمان واحنا صغيرين نبقى فرحانين ان احنا طالعين رحل الصبح ايز ناريطلع انا ده كان الاحساس عندي وانا رحل الاستصوير اه فرحان ان انا رايح اللوكيشن بحبه بالزبط اه مفيش تنشانة رغم ان انتوا اشتغلتوا في صفوقت صعب وانشغلين وقت رمضان مهنروح بقى اللي خليها نقنس الكورونا وشغلين بكماماة بس الحالة الحلوة دي اه يعني ربنا يدمها الحمد لله طيب يقولوا دايما انه الكتابة هي قزمة الدراما طبعا عموما مش بس الكوميديا العمل ده كان مميز في ايه فحضرتك شفت انه ده كان سر نجاح الكتابة وديتنا فيه الاستاذ اهاب بليبل طبعا المؤلف بنحيي لان هي الاستاذ اكرم والاستاذ خالد الحلفاوي بدقين ده من سنة فاتت اه يعني اول ما الاستاذ اهاب بليبل عرض على الاستاذ اكرم فكرة اللي فالفكرة شدتها وبدأ الكتابة طبعا وبيحصل التعديل ونكتب تاني ونعدل فطبعا الفكرة هي اساس ركاية والورق اللي مكتوب طبعا هو اللي منجح اول حاجة الورقة بشكل عام حضرتك شايف انه فيه ازمة كتابة في مصر دا من زمان واحدة نسمع الكلام ده من زمان كنت متفرج على عبية دورس تقولك ايه فيه ازمة كتابة اه اكيد حضرتك ايه لا رأي حضرتك ايه اه طبعا فيه ازمة طبعا وايه مقاومات الازمة يعني ايه الخالق الازمة دي اذا كان عندنا موهوبين وعندنا فن حير وبيطل ايه مشكلتنا يعني اه شوف يا حضرتك مراكز الشباب والمدارس والجمعات لازم يحصل عليها سبوت كبير تطلع قمات بالمناسبة انا رحت قابلت رئيس جامعة القاهرة الدكتور جاب النصار والدكتور محمد الغشد اه على فكرة ايه في جامعة القاهرة رئيس السابق GREG اه انا مأكلمك على نموذك جامعة واحدة اه ميتين وخمسين الف طالبة يعني ميتين وخمسين الف اسرة يعني ميتين وخمسين الف عيلة فيه نموذك حصل ناجح بتاع مصر رح مصر فايبينان أصرف وبقى ايه اه كلهم طلعهم جوم بالأساني هم من ميتين وخمسين الف طالبة في الجامعة تسيبك الموافدين اه ما يطلعش خمسين زي دول مه بذكر مصرح مصر. ايه رأيك في نوع كوميديا مصرح مصر؟ نوع الكوميديا ده؟ شوفوا رأتك هاج. نقر. النجاح ده. اه. انا بقى احب ده. حزك متحبش ده. ده احب ده. انما فيه جمهور حب ده. ده اجابة ديبلوماسية. ولا ديبلوماسية ولا عرفة ديبلوماسية. لكن حضرتك تسبقهم خبرة. فممكن تقول لا مش عاجبني الخط ده. او عاجبني جدا الخط ده. ايه رأيك؟ لانه بعض الناس. اه بعض الناس بتهاجم جدا هذا النوع من المصرح. الافيهات والارتجال الشديد. يعني. يعني انا بس اقلت حب ده 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 ده. يعني الارتجال. قلت. تكلمت ان فيه مساحة لكن قلت ان الكتابة كمان كانت جيد. ايه رأي حضرتك فيما يحدث؟ اولا مش انا. انا كل الحكاية في حياتي. واحد خد مساحة في مسلسل. الحمد لله. ربنا كلمنا بياه. مش اسمعين فرغالي بقى اللي هيقيم الاعمال دي. انا اكبر من يعني. موضوع ان انا قيم دي. اه. اقايم مين؟ بس حديك شايف انهم نجروا. طبعا. وعايز تعفي نفسك من فكرة طبعا. طبعا. وكلهم ابطال. كمشاهد. كمشاهد لا اقول لي حديك حاجة. اه. انا كنا بنخر مسلا كله جمعنا والاولاد. اه. بابا والنبي بسرعة ونبي عايزين نرجع بدري عشان خاتل فرج على مصرح مصر. طب ايه؟ يبقى نجاح. نجاح. مؤكد مؤكد في الناس هتختلف وقولك ده مش مصرح ده مش عارف ايه. انما في نجاح. طيب حديدك ممثل قومي دي من سنين. بيقول جدا. لا وكل اعمال. حتى الادوار الصغيرة. جميل وخفيفة على القلب. بعض الفنانين يتقلوهم كده. انت بتحبك مثل كوميدي يقول اه بس هي الكوميديا بصراحة اصعبا. وازاي يضحك الناس. الجملة دي احنا اسمعناها كتير قوي. وكأن اضحاك الناس مهمة صعبة جدا. حافظ بتشوفها كده برضو. لا. اش معنى؟ ما عرفش ربنا مديني يعني مش مش حاسنها صعبة بالنسبالي. لان احنا طول من صغري وانا في ابتدائي. افهات ودحكوا. ونقط وبتاع. فحتى لما انا مسلت وخدت المساحة دي. ما حاصلتش ان انا بمسل. يعني ما. انا مش جنياس يعني او او اخترعت حاجة او اعملت حاجة. لا هو ده كل صحابي اللي هو ده اسمعين فرغالي بتطبيعة. اتقول له احنا شوف انه في رمضان السنة دي. اي. فعشان كده اقول لك مش محتاجة. طب هي ليه صعبة على الناس ساني. اه رب الله مش بتديهم ده. القبول? القبول والاعدادية والسانوية وكل حارج. الحارج شايف ان المماثل اللي قام دي لازم بطبيعة الحالي يبقى دمه خفيف. انا مش شرط. فعلا. اه يعني فيه ناس في طبيعتهم ما بيتكلمه مش خالص. اه. لكن اه لما يجي اه مثل لا بيخرب الدنيا. يعني مش كل فنان كوميدي لازم يبقى هنيدي. اصل لوحادة كنت متكلميني فيه اشخاص معنا في دماغي. اه. دون ذكر اسام يعني. لا هتذكر اسامي. لا ولا مش. يعني مين الفنان الكوميدي اللي يعجبك. يعجبك في تمثيله ويعجبك في شخصيته. مين? لا يعني المعظم اللي حضر في زي اني مثلا الفنان اكرم حسني الفنان شيكو. عمد مرغاني. مصطفى خاطر. اه. لا فيه كتير. فيه كتير. انا بكلم عن الحاليين يعني. حالو. الحاليين هسألك على على اتنين من الاسماء اللي عادة كنت. اه. فنان احمد امين. مصنف كوميدي. السنة دي شفت دوره. لا ما احنا كنا منصور لغاية 25 رمضان. بس لازم اتفرج عليه لان انا على المصطوى الشخصي. اه. شغلت معاه. مصرح ومصرصة الوصية. وعلى وكمشاهد انا بحبه. اه. فطبع لازم اتفرج عليه. خلي بالح حضرتك. فيه ناس كتيرة جدا. عندهم امكانيات. بس فين المخرج اللي عنده الرؤية هيطلع. ده نجح فوق النياب. هتلاقي في كل المسلسلوات افلام وكل نياب. اه. بواب. بواب. ودي بتضر الفنان. سوف انا ضرر لي. انه انه يتحط في اللفس. سوف انا عادك حاجة. الفنان عمر عبدالين. اه. ما كان قاعد فترة بعد ما طلع قاعد كتير. لما جي المخرج خالد يوسف. وطلعه قامت. وكان جميل. وغيره قتير. بس. مين اللي هيجازف ويطلع. يراهن على على فنان. ويقول له هو ده انا هطلع منه ده. لو اه حضرينك ليك الاختيار تختار يعني مين فنان تقول انا احب اشوفه في دور قامل دي. مين من الزمله. مين هو بمسلتش قامل دي يعني. اه. لا والله يعني زيني حلام مش اه. مش حاضر بحلام. اه اه. صعب. اه واحدة من الوجوه الجديدة زي ما حضرتك. ذكرت قلت ان اكتشاف المواهب الجديدة واحدة من الجوه الجديدة السندي اه رحمة احمد. اه طبعا. مش شفت مشاهد مربوحة? اه شفت كده حاجات صهورة برض لانا انا كنا منصور. دلء طبعا بصي. ال 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 ال� ال ال زي بيبتدي واخد شهرة جديرة جدا في بداية حياته باي يعني نصيح كتير ايه بس يعني يبقوا في حياتهم كده يبقوا قرابين من ربنا عشان ربنا يبرك له انما فنيا انه وبتاع دي كل واحد بقى بطريقته ما فيش غلطات فنية شائعة انت شفتها بعينك في المسيرة الطويلة زي وما تتمناش انه الشباب الصغارين يقافي لا يتقوا لا بس انا اقول لها ديك حاجة بدون ذكر اسامي انا اخدت دور فيلم مكتوب على اسم الشخصية روحت كان بنتي نرمين في سنوية عامة ساعتها صارت الفجر ونمت هي صحيت قردت الشخصية دي وبعدين صحيت انا فبخدها في حضنة كده شوية صبحية كده حضن ابوي فهي في حضنة قلت لي ايه ببقى الفيلم من ايه الادب انت هتعمله تلقى انت قردتني وشفت لها الادب اتقررت ان انا ما اعملوش وهي في حضنة تمام وما عملتوش والمنتج دي كنتشغال معا كتير جدا اقسم بالله عمل علي كرس بس ربنا شفوا عوضا بعد كم سنة وكرم كرم كبيرة عشان قلتني استحرمه حسيت انه مش ملائم لا عشان ما باقى انت قلت لي ها نا د lil adb عشان انا مربيه على كده اه وما قردوش بس انا حسده اه يعني اللي بتقولو ده هو اه 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 هي صدقه فيه ولما الفيلم ده تعمل عليك ما حسيتش انه فاتك عايقا سوف يرغبوا بواحدة ايه الفاصل الأخير ونرجع نكمل كلامنا مع الفنان أستاذ إسماعيل فرغالي شوف يا عم الحج أنتو دلوقتي قدام لحظة تاريخية هتشوفوها لايف بانيكم دقيقة واحدة بس دقيقة واحدة وتقدر تقرأ الفتحة أروح المرحمة بوق بعد إذنب تفتكري يا سندي هينجح في أنه يطلع أروح جديك بالعربية؟ تفتكري هيتلع سليم بالعربية؟ لا أعرف أنت بقى أعملي فيها شبح وعيشت دور البطولة ولا ايه؟ حبيب قلبي الإنجليز خلاص ماشيناهم من البلد وصالحنا معاه وبقين حبايا ده حتى ابننا صلاح بيلعب عندهم في الدوري ها ملك انت بقى أنت كتبال السنتر ليه؟ وريني بقى أعمل وحش يا أمه يا أمه خرجوني من هنا خرجوني من هنا بقى أولى بعينه ده مين ماه؟ ده من يموه؟ هروني يا شباه منتطعيسلا؟ يصبري يا بيت تصبري منتطعيسلا؟ لا 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 يا هروني أعملت لكم من الزوم بيوة جرائيّ إبراهيم شإن يحدث في هذه العربية؟ شوفت خامسة؟ شوفتم رحّ ابويا؟ ترعت سكنة في العربية وجبنا شيخ عشان يصرفها ترعب يتروق كما أنت شايف كدوه انت مش قلت لابوك ماتها بكامل ماماليك ماماليك ايه بس؟ اقولك ايه؟ انا مش قلت لك تلعتين مرة شفتنا عم زبون العربية دي خليها نبسه له ما انتشرفناش بالاخر ما انا الزبون اللي بتهلبسه؟ والله ما حد لبسها غيري بتهريك يا استاذ اقولك يا سندي تعرف تجري؟ اعتقد انه الفنية سمعيل فرغالي هيتفق معايا في انه مكتوب علي بيودي حضرتك في مسيرتك الفنية في منطقة تانية جدا مش كده؟ الحمد لله شايف اختياراتك الفنية القادمة او تتمنى بما انك بتقول انه ده رزق واحنا متفقين تتمنى انه القادم يبقى في قاني اتجاه او تفضل في هذه النوعية من الادوار؟ او نفسك تعمل دور جديد ما تعملش قبل كده؟ انا بحلم بمسلسل او سيدكم اي ان كان المسمى مسمى ولد ابو اسماعيل او اه البيت المصري الرسالة منه الرجوع للقيم والمبادئ من خلال كوميديا او ده عبارة عن عمارة ساكن فيها كل الاختلاف يعني مصر صغيرة او فيها المسلم والمسيحي والجدع والمواضع نقول للناس انه نرجع للقيم بتاعت زمان واحنا بابتسامة وبتحك مش لازم الناس ما بتحبش النصيحة المباشرة مدرسة الكلام الاخلاقي الكلام الاخلاقي والكلام اللي فيه طبعا محاولات للتوعية وفيه رسالة اتعاملت مثلا كتجربة عقلة ونيس بعض الناس حبيتها جدا وبعض الناس قالتها فقدة تلقين مباشر اين هو يكفي الفكرة؟ بالضبط انا يعني انا عايزة نفس الفكرة بس بره طبعا سيد محمد صبح محدش طبعا هو استاذ كبير لكن دي كانت ردود العفعيل انه ما تكلمونش بالطريقة دي يعني يمكن الناس ما تقبلهاش دلوقت انا انا يعني اه مدارس يعني كويس بس طبعا انا مش اه حضرتك تصنف نفسك في اي مدرسة في الاداء الكوميدي لا انا مش انا مش عارف المدارس بتاعت الكوميدي ايه حتى انا صنف يعني شبه مين؟ شبه اه انا حب نجيب درحاني قوي نجيب درحاني اه نجيب درحاني اللي هي الكوميديا الواحد ما يمسلش اللي هو ما تمسلش عشان تمسل كل ما تكون طبيعي هتوصل للناس اكتر كل ما تكون اه اه بالضبط كده قبل مرجع بقى اسألك انا عارفة انه عندك غير المشروع ده اللي هو الدرامي والن احنا نرجع على المبادئ عند حضرتك مشروع تاني بس قبل ما ارجع اسأل على المشروع نفسي اسألك عم حطة حلوة قوي في حياتك اعتقد انه احنا عارفنا وش الاستاذ اسماعيل فرغالي من الكاميرا الخفية ومن مشاركتك في برامج الكاميرا الخفية الموضوع ده قد ما هو كان جميل جدا وخفيف على قلبنا قد ما الناس دلوقتي بقت مستقى جدا مما يصنف تحت مسمى الكاميرا الخفية احكي لي بقى ووصف لي تجربتك مع الكاميرا الخفية وقد دي كان دورها في المشوار الفني لأسماعيل فرغالي انا بعشق حاجة اسماعيل كاميرا الخفية لان هي بتعتمد على الحضور والارتجال ودي ربنا ملدهاني يعني انا بحب احب ارتجر احب نعمل كده حاجة نقعد نتكلم فيها كده ومن غير مترتبة حسين على الهواء انا طبعا شسترق نور اشتغلت مع الزمان قبلها بعشر سنين وحبيته قوي في حسين على الهواء كانوا عايزين حد يكون عنده حضور وارتجال بفضل الله وما يكونش معروف فقابلت الاستاذ رائد لبيب الله يرحمه والمفروض ان احنا كل واحد هيقول حلقة او اتنين يعمل حلقة او اتنين ربنا اكرمني في تاني يوم عملت حلقة الله يرحمه الدكتور عزة ابعوف خرج الاستاذ رائد لبيب انا مش عايز حد في الستوديو غير اسماعيل فرغالي وبادرية طلبة اللي هي مديحة حاتم طبعا معروفة طبعا مش محتاجة فلولا ربنا خلاني اعمل الحلقة دي تاني يوم كنت ممكن اعمل الحلقة الخمستاشر ان اتعمل دي علشان الاستاذ رائد لبيب يسق فيها وكمل بقية الحلقات كرم من ربنا وكانت تجربة اثرية في حياتك اه وعملت بعد كده في 2003 بعدول سنة العصفور وعملت اول بطوضة ليا في 2005 وكنت واخد استفتاء مشاهدة حلو في رمضان افضل مشاهدة في رمضان الحمد لله وانا بشكر الاستاذ طريق نور طبعا الجنيس بتاعنا ايه مكتشف المواهب ايه اكتر او ايه رايك في برامج المقالب اللي موجودة حاليا والشهيرة جدا هي بقت بيزنس اخر حاجة مشاهدة محترام طبعا انا يعني انا يعني ما قدرش اتقيم برنامج كاميرا انا بتكلم على ان انا يعني مثلا انت حديد بتحطيني في حتة انا يعني مش المفروض ان انا اتكلم او اتقيم فيها يعني حاجتي بالعكس يعني حاجتي اشتغلت فيها سنين طويلة وعملت تأثير واعتقد انه شكل البرامج كمان اختلف يعني انا يعني عايز اقول له حضرتك انا عندي مثلا اربع خمس افكار كاميرا خفية حلوين اول اللي هي بتاع زمان بس هل الكاميرا الخفية دلوقتي عليها اقبال زي الاول مش عال ان كل شوية يعني جات فترة ستكم هو الكاميرا خفية تمام بعد كده هل اللي جاي ده يستوعب الناس تقدر تقول الكاميرا خفية يعني تطرق الكاميرا خفية طيب هنستنى لما تعملهم ونقولهم ان شاء الله بإذن الله حضرتك عندك مشروع مهم واعتقد انه مشروع انساني كمان لنفعش نختم من غير ما نسألك عن مشروعك اللي تتمنى هو مشاريع على فكرة مش مشروع واحدة لأ انت قلتلنا على مشروع حلو قوي لدعوة كده بيه اه السم وضعاه في السمع وهي السم وضعاه في السمع السم والبوكما دي مش كلمة مش لكن السم وضعاه في السمع هو الموضوع باختصار اللي هو موضوع كبير بس هاختصر لحدك كده في الكلمتين انا في موخرج صديق اسم محمد علام قال لي اسمعين انا بعمل مسرحية كانوا السم وضعاه في السمع فتعالى سلم عليهم اكبر بخاطرهم علشان هما بيحبوك قلتلوا طبعا سمعنا طبعا انا معروف في الحاجات اللي بحير الخير دي بيقوليه لكتير يعني قلتلوا بس اقول لي بس هما ازاي ما بيسمعوش وبيتكلموا وعارفيني المهم روحت لقيتهم استقبلوني استقبال هما حتى بيعبروا حبهم فيهم وعرفوا عشان السمع اه وانا مش مصدق ان الحفاوة اللي قابلونه بيها دي اكن يعني نجم كبير فعبت اشغل دماغي مين دول اكتشفت ان هما عددهم حاليا دلوقتي تسع مليون طبعا مش غلية خمسة وسبعين في المية منهم فقرة سبعين في المية منهم اميين الشغلانات بتاعيتهم شقة جدا يا ترزي يا امن يا شياء لان التعليم بتاعه ما بيصلش للمراحل التعلمية الكبيرة تمام منعازلين عن المجتمع بدأت اشتغل عليهم وبدأت اتعلم لغة الاشارة مش عشان ابقى مترجم لغة على فكرة مترجم لغة الاشارة اغلى من الالماني والاسباني والحاجات دي كلها لأنه نعم لنا اه فالاسرة الفقيرة دي انا بقول لحدك تمانية تسع مليون يعني فرض في اسرة اه واللي بيعاني بقى مش اللي الاصام اللي عايش الاب والام طبعا دي متخيلة لما واحد ابنه رجل فقير وطبعا انا ما شفنا سيدة الرئيس اهتم بالناس دي كلهم وعمل لهم حاجة اسمها واصل ان انت النجدة والاسعاف والمطافي بحيس احنا بقى عايزين احنا بقى الفن بقى الفن يعمل دوره تمام يعني مسلسلات زي رمضان دي ومسلسل زي الاختيار مسلسل زي اللي احنا فيه ومسلسل زيودة ليه ما يتجارش من لغة الاسعارة ويتفرجوا معانا مم مم وهم دايما لما بيعتبوا علينا بيعتبوا اننا متجهلين انو دي فئة كبيرة هم منعازلين عن المجتمع وليهم طلبات طبية وليهم ان شاء الله بإذن الله انا بسعى بإذن الله ان انا اعمل لهم برنامج قص بهم لان شفت حاتك الشاشة دي اه لو جبنا حد بيترجم لغة الاسعارة بيقى تحت فركن الصغير ده اه هم بيعتبروا ده ايهانا يه هم عايزين نبقى ربع الصفحة يحس ان هم مهم موجود اه او اعمل ليه برنامج يخاطبني ويناقش قضايات انا بشكر حضرتك على انك بتفكر في ناس غالين علينا قوي وبشكرك وببركلك احنا مبسوطين بنجاح حضرتك زي ما انت مبسوط ويمكن اكتر كل سنة وحضرتك بقى الفخير فنان الكبير اسماعيل فرغالي وسلامي بقى لولاد حضرتك والبصرة الكريمة كل سنة وحضرتكم بقى الفخير ويا رب يا رب كتر اعيادنا على رأي الفنان الكبير رشد يا رب كل الايام تبعيد ورب ثقافة الاحتفال تبقى عندنا كل سنة وانتوا بقى الفخير دي جالت حلقتنا النهاردة من التاسع شوفكم ان شاء الله على كل خير موسيقى موسيقى